السلام عليكم بارك الله فيك هذه المسألة من المسألة المختلف فيها بين العلماء فلا تتناولها إلا إذا اطررت وإذا اطررت إلى تناولها تناولتها وحافظ على صيامك أيضا إذا تناولتها حافظ على صيامك أيضا واحتياطا بعد ذلك صم يوم من مكانه وليس في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم